بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو يا ولاد انا شايفة ان درجاتكو في الميتورم حلوة اه تعالوا بقى نبدأ الحاجات فيما بعد نتكلم على types of muscles يعني ايه types of muscles انواع العضلات يعني انت بتلاقي العضلات جوه جسمك فين يعني انا بلاقي المسلز جوه جسمي فين اشهر انواع المسلز اللي موجودة جوه جسمك هي المسلز اللي مسكة في العضم المسلز اللي مسكة في العضم دي بسميها skeletal muscles دي المسلز اللي هو الشكل المتعارف عليه عندنا للعضلة اللي هي العضلة اللي انت شايفها وبتقدر تحركها وهو مسكة في عضم غالبا مسكة في عضم لان احنا هنعرف ممكن skeletal muscles تكون مسكة فين تاني طيب ايه انواع العضلات اللي ممكن تشوفها انت تاني في جسمك؟ السموث muscles السموث muscles دي بلاقيها فين بلاقيها في الفيسرا يعني ايه في الفيسرا؟ يعني بقى بلاقيها في الول بتاعت الورجنز يعني مثلا انا عندي في الانتستن العضلات اللي موجودة في الانتستن في الامعاء نوعها ايه؟ نوعها smooth muscles اذا العضلات اللي بلاقيها في الانتستن او في الفيسرا او في الاعضاء الورجنز او في الول بتاع الفيسلز يعني ايه الول بتاع الفيسلز؟ يعني الجدار بتاع الشرايين كل دي سموث muscles طيب العضلة اللي بلاقيها في جدار عضلة القلب دي اسمها cardiac muscles اذا انا عندي ثلاث انواع من المسلز بشوفهم في جسمي او بعرفهم في جسم دي العضلة المتعرف عليها اللي انا بحركها عادي جدا ودي سموث muscle والعضلة اللي موجودة في الورجنز في الاعضاء او في البيسرا يعني الاعضاء زي الانتستن او whatever وفي الولز في الجدار بتاع الارترز دي اسمها smooth muscle انما اللي موجودة في الجدار بتاع القلب اسمها cardiac muscle يبقى تاني انواع تلات عضلات skeletal muscle smooth muscle and cardiac muscle طيب الاسكالت المسل دي لازم تكون مسكة في مكانين ادي عضلة هي مسكة في مكانين في مكان منهم بسمي origin ومكان منهم بسمي insertion تاني كده مكان اسمه origin المنشأ بتاع العضلة ومكان اسمه insertion ده الجزء التاني اللي رحله العضلة اللي مسكة فيه يبقى المفروض ان العضلة دي مسكة في مكانين مكان اسمه origin ده المنشأ ومكان اسمه insertion ده المكان التاني اللي رحله العضلة اشهر عضلة دي معظم الناس عارفينها اللي هي البيسيبس البيسيبس دي العضلة اللي هما بنموها في الجام طول الوقت البيسيبس اللي هي اسمه insertion غالبا الجزء الإدي المكان اللي هو القرجن او منشأ العضلة ده ده بيبقى fix يعني مكانه ثابت دا relatively insertion هو اللي بيتحرق ناحية القرجن وهو انا عشان احرك العضلة ليها مكانين مسكة فيهم في مكان بيبقى ثابت ومكان تاني بيتحرق ناحية القرجن عشان العضلة تتحرك تاني عشان العضلة تتحرك عشان العضلة تتحرك لازم فيه مكان فيهم يبقى سابت ومكان فيه يبقى متحرك المكان الثابت ده اسمه origin وده منشأ العضلة طب المكان المتحرك ده insertion وده الموبايل هو ده اللي بيتحرك عشان يحرك العضلة ناحية origin يبقى الاسكالة المصل لها منشأين او مكانين بتمسك فيه origin وده ده most fixed وده ما بيتحركش وinsertion ده الموبايل اللي بيتحرك types of muscle attachment غالبا انا دلوقتي بيتكلم على انه نوع من المصل الاسكالتال ما هو انا كنت بقول ان هي مسكة في مكانين origin وinsertion types of skeletal muscle attachment يعني الاسكالتال muscle دي ممكن تكون مسكة في ايه الاسكالتال muscle دي ممكن تكون attached لايه يعني مسكة في ايه في جسم الانسان يعني المصل دي مش هتبقى طائرة دي لازم تكون مسكة في حاجة common type of skeletal muscle attachment هي البون يبقى اول حاجة ممكن العدلة دي تكون مسكة في ايه مسكة في عضمة ability till中共 وممكن تكون مسكة في ايه مسكة في رافي ايه الفائبرسترافي ده هفهمك يعاني ايه فائبرسترافي شايفين دي عضلة دي عاملة floor بتاعت الموف دي موجودة في الفلور بتاعت الموف دي نص العدلة ودي نص الثاني بتاعت العضلة والاتنين مسكين في line في النص بسميه رافي يعني في الاخر رافي ده ايه intersection of fibers of the muscle عن ناحيتين يعني الناحية دي والناحية دي عملتلي في النص حاجة شبه اللي جميل حاجة صنع شبه الرباط فالحاجة شبه الرباط دي سمتها رافي طب الرافي ده من الاخر ايه ده عبارة عن الانترسكشن يعني طلاقي جزئين العضلة في النص عملولي بتاع كده تخين اسمه رافي فبن الاخر العضلة ممكن تكون مسكة في بون ممكن تكون مسكة في فيبرس رافي زي العضلة اللي اسمها ميلوهايويد الميلوهايويد دي العضلة اللي عملة الفلور بتاع الموت مع العملة الفلور بتاع الموت طيب ممكن تكون مسكة فين تاني العضلة ممكن تكون مسكة في سكن ممكن تكون مسكة في الجلد زي ايه زي معظم عضلات الوجه الفيشل مصلز الفيشل مصلز طب ممكن تكون مسكة في ايه تاني ممكن تكون مسكة في تندن في تندن يعني ايه فتندن يعني فوطر زي عضلة برضو مشهورة او قوي اسمها داي جيستريك مسل واذا هناخدها في الهيد والنجس بالتفصيل طيب ممكن تكون مسكة فين تاني ممكن تكون مسكة في كارتلج ممكن تكون مسكة في كارتلج كارتلج يعني غضروف زي عضلات اه اللي مشهورة قوي اللي مسكة في كارتلج عضلات الحنجرة عضلات الليرانكس يبقى اتاتشك Deluxe زي عضلات الليرانكس يبقى الاسكليتا المسل ممكن تكون مسكة في إيه The common type منهم اللي هو اللي أنا شايفه ماسك في العظم طب ممكن تكون مسكة في إيه تاني ممكن تكون مسكة في cartilage ممكن تكون مسكة في line شبه الليجمنت كده اسمه رافي زي المايلو hyoid ممكن تكون مسكة في الskin زي العضلات بتاعة الفيس يبقى types of skeletal muscle attachments يعني ممكن تكون skeletal muscles مسكة عندي في جسمي في إيه ممكن تكون مسكة في bone وده كامينست ممكن تكون مسكة في cartilage زي عضلات اللارنكس عضلات الحنجرة ممكن تكون مسكة في فيبر سرافي زي المايلو hyoid ودي العضلة اللي عملة فلور أرضية الماث ممكن تكون مسكة في skin ودي زي عضلات الفيس المسلز of the face forms أشكال بقى skeletal muscles احنا قلنا skeletal muscles ممكن تكون مسكة في إيه إيه الأشكال المختلفة للاسكالتال muscles أنا عندي أول أشكال skeletal muscles الفايبرز بتاعتها parallel السكالتال muscles with parallel fibers يعني الفايبرز بتاعتها دي أهي parallel شايفين الأنسجة بتاعتها موازية البعضة الفايبرز بتاعتها parallel to each other موازية البعضة طيب الاسكالتال muscles with parallel fibers ممكن يبقى شكلها مغزلي بالشكل ده تبقى fuzzy form ممكن تبقى شبه الحزام strap like بس ريها tendons في النص فيها أوطار في النص tendinous intersection ممكن تكون strap بالشكل ده شبه الحزام with parallel fibers بس من غير tendinous intersections دي من غير الأوطار اللي مقسماها الأجزاء دي ممكن تكون quadrilateral ربعية الشكل يبقى احنا متفقين ان انا عندي أشكال للسكالتال muscles أول شكل هتكلم عليه الاسكالتال muscles with parallel fibers ايدي الفايبرز هم parallel to each other طيب الاسكالتال muscles with parallel fibers ممكن يبقى شكلها ايه ممكن يبقى شكلها مغزلية fuzzy form ممكن تبقى strap like شبه الحزام بس فيها tendinous intersection ودي شبه لو بصته على البطن بتاع عضلات الهنود البطن بتاع الهنود تلاقيه متقسم كده sex backs دي strap muscles with tendinous intersection ممكن تكون strap من غير tendinous intersection ممكن تكون quadrilateral ربعية الشكل وصغيرة بهذا الشكل يبقى احنا دلوقتي معلش انا بفكرك انا دلوقتي بتكلم عن الاشكال المختلفة للسكالتال muscles اول شكل skeletal muscles with parallel fibers وقلنا اربع انواع fusiform strap with tendinous intersection strap بس quadrilateral طيب الم muscles with oblique fibers احنا اتفقنا اتكلمنا عن ال fibers اما تكون parallel دلوقتي oblique شايفين المنظر ده oblique fibers الفيبرز بتاعتها ميلة الفيبرز بتاعتها ميلة يبقى المصز with oblique fibers طيب oblique fibers دي ممكن تكون uni pinnate يعني عندك الفيبرز ميلة لناحية واحدة ممكن تكون by pinnate الفيبرز ميلة لناحيتين دي بتبقى شبه الريشة ودي شكلها زي نص الريشة لو اتعطي الريشة نصين تلاقي الفيبرز كلها ناحية الحتة البيضة اللي في النص دي اليوني pinnate طيب by pinnate لا by pinnate الفيبرز جاي من الناحيتين للنص كده الفيبرز اهي من الناحيتين by pinnate multi pinnate ده اغو كذا اتجاه بقى وكذا اتكاه للفايبرز في كذا حتة دي المالتي pinnate circumpinnate لو انت قطعت برتقاناية من النص هتلاقي السنتر بتاعها ابيض وكل الفيبرز نطورة كده احسن شكل تشوفه لل circumpinnate لو قطعت برتقاناية وبصيت هتلاقي المنظر من جوه كده يبقى المصر with oblique fibers fibers ميلة على ناحية واحدة بتبقى unipnate fibers ميلة على ناحيتين by pinnate كذا ناحية multi pinnate circumpinnate طيب nonpinnate يعني مش مش ليها مش ليها fibers بالمنظر ده مش شبه الريشة nonpinnate دي ممكن تكون العضلة شكلها ايه شكلها triangular شكلها triangular طيب اشهر نوع او اشهر عضلة انت المفروض هتاخدها انت بعد كده لل nonpinnate triangular دي temporalis العضلة اللي موجودة في الاسكال على الجنب كده اسمها ايه اسمها temporalis يبقى اول شكل ممكن يكون triangular وتاني شكل ممكن يكون crochet شبه الصليب كده وتالت شكل ممكن يكون spiral بهذا الشكل والشكل التاني circular يبقى احنا اتفقنا ان المسز with oblique fibers يعني الفايبرز بتاعتها ميلة ممكن تبقى شبه الريشة فتبقى pinnate ممكن ما تبقاش شبه الريشة تبقى nonpinnate البنnate دي uni by pinnate multi pinnate وcircum pinnate طب nonpinnate ممكن تبقى triangular ممكن تبقى crochet ممكن تبقى spiral ممكن تبقى circular يبقى احنا من الاول اتفقنا ان انا عندي muscles with parallel fibers و muscles with oblique fibers oblique fibers قسمتهم لpinnate و nonpinnate البنnate uni و by و multi و circunpinnate طب nonpinnate triangular زي temporal و crochet شبه صليب و spiral و circular دي بقى اسهل حاجة ان انا عندي muscle with more one head يعني ما عندهاش راس واحدة عندها كذا راس ممكن تبقى two heads و اشهر مثال لها البايسيبس اللي موجودة في الايد من قدام او three heads زي triceps و دي موجودة في الارم من ورى و quadriceps four heads دي موجودة في lower limb يبقى muscles عندها اكتر من heads two heads biceps three heads triceps four heads quadriceps يبقى يبقى احنا قسمنا العضلات حسب الشكل لثلاث حاجات اول حاجة اللي هي parallel fibers وبعد كده اللي هي oblique fibers وقسمناها pinnate و non pinnate واخر حاجة قسمناها المuscles اللي عندها اكتر من one head اللي هي two heads زي تبقى biceps three heads زي تبقى triceps four heads زي تبقى quadriceps اشتركوا في القناة